ما نكملش حاجة للاخر ابدا ما نكملش حاجة للاخر ابدا يعني تحس ان احنا ممكن يحصل لنا حاجة لو كملنا المشوار زي ما احنا ماشيين عليه لو فضلنا نكسب ونحاول ان احنا لوسع الفارق بيننا وبين الاهلي قبل ما يرجع لنا تاني ويجري ورانا ويعدينا ويركب الدوري والاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش تاني وما حدش بيعرف ينزله طبعا اكيد هيجي بعضا من الناس يعني اللي مش مستوعبين كلامي وفاكرين وتطبيل هيجي يقول لك اه طبل للاهلي انت بس كده عد طبل للاهلي لما يركب الدوري ما بينزلش تاني ادي لي على ايدك المواسم اللي الاهلي كان راكب الدوري فيها ونزل تاني مع استبعاد المواسم اللي كان فيها تأجيلات ما تجيش تقول لي الاهلي كنت انا وهو ماشيين مع بعض وهو كان راكب بس بعد كده راكبه اقول لك هونتو كدتو نفس عهد المطشط اقول لك لا لا بصراحة الاهلي كان ليه مؤجلات عد كم موسم الاهلي كان راكب فيه الدوري ونزل بدون المؤجلات والزمالك والاهلي متساويين في عهد المطشط خلاص انت كده بتدي الفرصة للاهلي تقول تعالى باشا تفضل عم الناس سوبر افريقي دوري ابطال افريقيا دوري مصري برونزية عالم مصر ما شاء الله مش عارف هيعمد هيا كياخدوا بطولة ففا في الل сказать الل учها الى مدلة فضل لموسيماني انه يروح في الل اي جماعة يقدم على بطولة فيفا ياخد بطولة فيفا يعني ممكن ياخد بطولة اتاني مسلا مش عارف بطولة البليارد ومسلا مش عارف بطولة ايه كتيب? مع رفش والله ممكن ياخد بطولة اللي هي؟ عارفين الفتاة اللي بتاعت الشاي دي تخلصها تروح عرفها في السقف يا اخو مش لقي 특فة تانية يعني اجيب له من هنا اجيب له من جوة من عندنا ما فيش جوه عندنا. ما شاء الله عشان بس بحش يقول بحسد ولا بقر ما شاء الله ولا قوة الا بالله. انا مش بحسد ولا بقر بصراحة. انا بحقد. يعني خلينا ايه? بنتكلم بمنتهى المنطق. احنا كنا ماشيين زي الفل. والفرق بيننا ومن الاهلي كان يعني عرض نقط كويس لغاية ما يرجع يعني. والمفروض ان كان الاهلي لما يرجع بازن الله ويرجع ويكمل معنا يعني بقيت الدوري ويلعب المطشاط المؤجلة. ولو كسب كل مطشاطه كان هيبقى فرق النقطتين. حضرتك دلوقتي خليت الفرق والجاب بينك وبين الاهلي في حالة انه يكسب الست مطشاط المؤجلة اللي ليه هيبقى اربع نقط. اربع نقط. وانت مفضلكش حاجة مع الاهلي تاني خلاص اربع نقط شكرا يا بيش انت بتتكلم في ايه? اربع نقط قال لي بفضل تسع مطشاط في الدوري. جايز ممكن. اه اه اللي اربع نقط دول يحصل فيهم مشكلة ويخسر. ولكن افتكر كلامي كويس. انا عارف انا راجل زمال كاوي من زمان انا. يعني زمال كاوي من ساعة ما ما ايه ما شجعت الكورة. بقى ايه زمال كاوي قدي? من ساعة ما عارت عالكورة مسلا بتاع عشرين واحد وعشرين سنة زمال كاوي مسلا. عم بقولي عشرين سنة زمال كاوي. يعني حد طبعا تاني هيجي يقولي لان بصوا يا جماعة معلش بس ان انا بطلع برا سياق الحلقة. ولكن انا فيه جد والله كومنتات بتجنيني. في ناس دايما على السوشيال ميديا عامة بيحبوا يتصيدوا الاخطاء قوي ويسيب ام الحلقة كلها ويجي يركز مسلا في ايه? في شكل دقنك. في شكل شعرك. في دون التشيرت اللي انت اللابسه انا ما بهرجش. او والله ما بهرج. في ناس بتركز في الحلاقة في التشيرت في شكل دقنك في شكل شعرك. انا مرة واحد بيكلمني بغض النظرة دي حلقة شخصية. يعني انا سيبدأني بحلقها كل شوية بحددها بس اعملها في يون كما. اعمل ليه طيب كل واحد اللي حلقة شخصية. في واحد في مرة دخل اه بيقول لي يا عم روح يحلق دانك يا عم مش هفق بيطلع علينا. واحد تاني بيقول لي يا عم روح لحلق يا عم. ده كومنتات ده مش هزار ده بجد. مش هدقول بقيت الكومنتات لان انا كومنتات متعبة يعني مرهقة. مرهقة زينية. فما انا على ما اعهده من زمان. اه للاسف يعني لما بيبدأ نزيف النقاط يشتغل والاهل يبدأ يرجع بيحصل مشكلة وضرب وبننزل اكتر واكتر واكتر. فاللي كنت بقوله من شوية اللي اقول لك حد يخش يقول ايه بقولك ان انا بشجع زمالك بليه عشرين سنة انا عندي واحد تراتين سنة. فعبالما وعيت على الكورة وفهمت وبرقة تتحمس كان عندي حداشر سنة مسلا. عشان شو يجي يقول لي ليه انت كنت قبل الزمالك كنت بتشجع مين? احنا عرفنا مؤامرة كونية. انتو عارفين بداية تشجيع الكورة عشان بس ما عليش برضو. بداية تشجيع الكورة بالذات والتحمس وكده. كان كان تقريبا اه كان الموتش ده كان في الفين واحد تقريبا اللي هو مش ستة واحد يعني انا اسف. ده كان بداية تشجيع الكورة كنت قاعد ساعتها ما كنت ما كنتش في القاهرة كنت بصيف ومشغالين تلفزيون في البلكونة وتقريبا كنا في راس البر ومشتغلين تلفزون في البلاكونة وقاعدين كلنا بقى وبتاع ولا لا كلها زمال كوية يا جدع في بتاع اتنين تلاتة اهلاوية كده ومنبوزين بالنسبة ما بنجيش جنبه ايه واحد هناك ده اهلاوي فقال زمان يعني المهم فا احنا عادين كنانا زمال كوية كده وبتاع وبنتفرج وعيلة قاعدين ايه ده يعني اه احنا عادتنا مش كبيرة قوي بس يعني طلعين مثلا انا وقرايبي وخالتي ومش عارفين ايه بتاع زمان بقى ايام زمان دوقتي ما حانش بيرفع حت ومشتش الستة واحد انا فاكر تقريبا ان بعت الجون التالت للاهل وحساب حسن جاب جون كان وحساب حسن في الزمال الكوية تقريبا لسه بنقوله بتاع وقلت خلاص بقري منتادة وبتاع يعني جملة المنتادة دي دي الوقت بس ساياتها قلت لأ حنرجع ومش عارف ايه بتاع ومشاء الله يعني اربعة خمسة ستة يعني فبدايت فرجتك على الكورة عقدة يعني انت بدايت فرجتك على الكورة وتشجيعك لفريق هي عقدة انت متخيل حضرتك يا فندم اللي بيحصل الحمد لله فانا بقتش اتأثر يعني في واحد يقول لك انت مش بتشجع الزمالك من قلبك بتزعلش لما زمالك بيخسر لا انا بص في فارق بان انا بزعلش فارق ان انا ساعات فيديوهات بطلع متعصب جدا وساعات فيديوهات بطلع بدحك ساعات فيديوهات بطلع عادي ولا بدحك ولا مش مشكلة بس فعلا والله العظيم نادي الزمالك خلق المشجعين بلادة بلادة مشاعر يعني بقى عندك عادي الموضوع عادي يعني انت خسرت عادي اتعدلت مش مشكلة الدوري ضعفة اخر اسبوع حصلت قبل كده دوري ضعف اخر خمس سبيع حصلت خسرت النهاية في الكاس عادي خسرت نهايات كتيرة ما عددتش من دور المجمعات الدورة ابطال افريقيا عادي ما خدش الكونفادرالية والله العظيم بقت كل حاجة عادي بتزعل وبتحزن بس بقيتش ناخد موضوع العصابك دي الزمال اللي هو خلاص ما انتهى كتر ما انتهى زمالك يعني احنا بناخد بطولات مش مش كتير كل فين وفين او كل حبة يعني مسلا دور ابطال افريقيا بقى لنا تسعتشر سنة ولا طمانتشر سنة ما اخد نغوش الله ما صلى على النبي الدوري اخر مرة كانت الفين وخمستاشر وفي اخر عشرين سنة واخدين الدوري ايه مرتين الفين واتنين الفين واتلاتة تقريبا اه الفين واتنين اه واخمستاشر يعني انت خسران طمانتاشر بطولة دوري من عشرين بطولة انت متخيل فخلاص الموضوع بقى ثلث علينا الحمد لله فكارترون النهاردة كان حاضر غائب مسيتكوا تدخل اتكلم عن ايه اصلا ما عليش والله انا ببصد عامل وعليش انا بفتح الكاميرا باتكلم معاكو باخد راحتي يعني ما بحسب لهاش انا باتكلم مع اخوتي فما تزعلوش مني يعني ان انا بفطفط كده المهم فكرترون النهاردة يعني كان حاضر غائب قصة مالك هاجم الشرط الاول هجوم كتير والجونة كان سايبه ولكن في الاخر شابو الرضاش حاتة والجونة اللي لعب من الديقة حاجة وخمسين ستة وخمسين تقريبا من غير العربي بدر من غير اه لاعب او دات هذا وخمسين حقا كده يعني كان سايب لك في حدود نص ساعة كاملة او اكتر من نص ساعة انت كزمان كدر تجيب فيه مجوان معرفتش وكورة العربي بدر دي غريبة يعني انا شايف ان الراجل انا وجهت نظري انه هو ما كانش بيمثل يعني هو راجل الكحول قبلها اصلا عمالي مش عارف يسند وهيقع هيقع هيقع وراح مقلوب بس هو نط قدام الكورة عشان عارف انت الفدائي نط قدام الكورة ونط من قبلها بحبة يعني هو اكيد مش بالغباء ده انه هو يرمي نفسه قبل قبل احمد فتوح باتنين متر مش للدرجات دي بس هو بيقع فمش عارف يسند فرح رمي نفسه قدام الكورة بحيث ان هو يقع وإحمد فتوح ما ياخدش الكورة مش يقع بعيد عنها لا اللي هو فدائي دي وجهة نظري مش حكم بس دي وجهة نظري فما اعتقد ما كانش يستحق الانظار التاني والطرد وخصوصا انه هو لما واقع اللي انا فكره اللي انا فكره يعني برضو حد يسأح لي ما طلبش بضربة جزاء ده اللي انا فكره انه ما طلبش بضربة جزاء انا مش فاكر لو كان بعد ما واقع برضو ما قال حكم ليه نظرة لو كان بعد ما واقع عشان ما خدش بكم لما bardziej ما قطة دي يا برضو ركزه اقول لو كان بعد ما واقع طلب بضربة جزاء ورفع ايده وعايز ضربة جزاء يبقى لازم يترد لان هو كده فعلا بيمثل لو ما رفعش ايده طلب ضربة جزاء يبقى ما ينفعش يترد لان الراجل ما بيمثلش الراجل وقع عادي فانا مش فاكر اللقطة بس اللي فكره ان انا لما شفت اللقطة ما كانش رفع ايده وطلب ضربة جزاء بس تاني بأكد لو كان رفع ايد وطلب ضرب الجزاء يستهل الطرط لان انت بتمسل وبتقول انا برفع ايد كمان عايز ضرب الجزاء ما انت بتمسل طيب لو ما رفعش ايد وطلب ضرب الجزاء وبس يترمع على الكرة لا ما يسهلش الطرط خالص يعني كانت تقولون نهاردة الحلول بالنسبة له كانت غريبة اه لازم برضو نعذر الفريق لانه ناس كتير جدا غايفر جنسي ما بيلعبش وطرق حمل ما بيلعبش ومن شرق ما بيلعبش اه من تاني حزم ما بيلعبش ولا عبدالشافي يعني بغض النظر في ناس كده ما بتلعبش واللعاب تحس ما فيش بينهم بعض امام عشور السراجع من بعد اتنشر مباراة وقف جنبه روقة قدامه اه شيكبالة وزيزو والله ما صلى على النبي والاسوأ من كده غير التشكيلة ان ما فيش كيمستري زي ما بيقول لك لان روقة بقاله فترة ما لعبش مع شيكبالة ما فيش جنبه امام عشور ما راحش الناحية التانية للاحمد عيد ما رجعش بظاهره لا احمد فتوح دنيا من لغبطة شوية ولكن بغض النظر عن كل ده كان فيه عدم انضباط في انهاء الهجمات كان فيه تصرع كبير جدا من لعاب الزمالك ما كانش فيه توجهات من كرتيرون اللعيبة تباصي كرة اكتر ما تديها بلالين زيزو يا جماعة بغض النظر ان هو عمل كرة او كرتينج منهم فاولات زيو ما لعبش فاولات تاني زيو ما لعبش كرة سابتة تاني رجله مش مظبوطة على اللعيبة اسمعوا مني هتيجي تقول لأ مهاجات منها جوان قبل كده عد عشر كرة لديزو مسلا كرتينج جونين وتمانية منهم خمسة في حتة تانية غير اللعيبة وتلت كرة نغل اللعيب على ودنه على شعره على بقه مش هو مفروض يبقى منفز اه ضربات السابتة نادي الزمالك. بحقيقة منضغش حتة مطش مفوش تحليك كتير مطش رخم اصلا. حلو تكتيكان من الجونة. قدر ان هو يطمع زيو ما لك في المطش وفي الاخر دفع كويس جدا وتكتل دفاعيان. زيو ما لك اضع فرص كتير جدا للأسف. وللأسف كمان اه بعد الطرد كان المفروض زيو ما لك يستغل الموضوع ده وكان كرتينج يكلم اللعيبة ان هم يهدوا شوية ويفتحوا البعض بالعب ويقربوا شوية من الجون ويبصوا البعض مش كل واحد يختف الكرة روح مشلتها في السماء وخلاص. ولكن وهذه هو حالة دوري المصري. كان مع اخوك عمرو عاطف من قناة صاحب الكرة. شوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم